دقيقة دقيقة شباب بنات انت من يكون عندك صديق وهذا الصديق تعتبره مثل اخوك وتحبه وتحترمه بعدين تشوفه يتكلم عليك بالسوء ويتكلم عليك باطل تزعل اكيد راح تزعل اما انا ما زعلت بالعكس اميرس لو صديقي وحبه واحترمه اليوم راح اقول لكم القصة بكل اختصار القصة هي اميرس لو صارت عنده مشكلة بقناته متفقين متفقين طلب من عندي احل المشكلة سمعوا هذا الصوت و راح تعرفون شنو المشكلة اللي واجهها انا يا ورع بالمناسبة الرقم جوالي ما يشتغل خلط حسابي برقم جوال ابوي بس المشكلة ابوي ما يقبل اخلي رقمه تقدر انت تخلي لي رقمك في الجوجل ادسنز بليز يعني انا بهاي الحالة شنو قتلي قتلي مو مشكلة راح اضيف رقم جوال اخوي لان رقمي ما يصير اضيفه قتلي عطيني الايميل وعطيني الرمز اعطاني اياهن قتلي اوكي دقائق قتلي اضفت رقم جوال اخوي وخليت الدولة العراق المشكلة اخوي يقدر يدخل قناتك يعني كلمت قال لي مو مشكلة ماكو فرق بينك وبين اخوك قتلي والله تتخجلني يعني المهم هذ الكلام كله قابل تقريبا ستة ايام بعدها ورا تقريبا يومين رجع كلمني شنو قل لي شوفه ها يا ورا خلاص خلاص رجع لي الحساب لان خلاص سويت لي رقم جوال جديد وخلاص بعدها شوفوا شنو قتلي اسمع من تخلص من شسمه من تخلص من الرقم احذف الرقم مالي من القوغلات سزمالك وخلي الرقم التونسي مالك ولا تنسي تغير الدولة من العراق خليها تونس لما يصير تسلم الارباة هلا تخلي الدولة تونس مال اذا جاي اسمع صوتي من نعاس لولاس والله سابيع شو والله ما عدري نعاس وشوف جاي يشتغل على مودك المهم المفروض تنطيني اكل طبعا كانت نعسان المهم سمع شنو قل لي اني امين لازم اروح انام وبعدين غضن الصبح من اكون فاضي رح احذف رقمك او مدري رقم اخوك مدري شنو يالله اني امين رأي حكل مثل ما اسمعت وانا قلت له سوي ازالة للرقم مال اخوي بس هو قل لي بعدين رح اسوي ازالة بس هو ما احذف الرقم ليش نعاس مدري شنو يعني ش اسوي لشنو ذنبي وانا بلغت قبل قلت له اخوي يقدر يدخل حسابك لان انا ضفت حسابه اضفت الرقم مال اخوي واخوي يقدر يفتح حسابك يعني انا بلغته وقلت له احذف الرقم بس هو ما حذفه يعني انا شنو ذنبي وبعدين شوفش صار شوفش شنو صار من مصيبة طبعا بعدها بيوم رجع لي وكلمني قل لي اوغا اريدك ترجع لي حسابي قلت له الحساب مو عندي ليش مو عندي لان انا حذفت الحساب من جهازي بس شنو نسيت بقى الحساب بجهاز اخوي وانا قلت له قبل روح احذف رقم اخوي لان الحساب بقى بجهاز اخوي يقول لي أرجع لي الحساب قلت له والله العظيم واقسمت له بالله مو عندي الحساب قل لي عندك قلت له مو عندي ظلي قل لي عندك الحد ما طلعت نفس يعني ازعجني ازعجج تعلم شنو ازعج زيني يقل لي الحساب عندك انا نسيت الحساب بقى بجهاز اخوي يعني شنو نا قل لك احنا بالعراقي نقل طلعت روحي ضجت يعني زعلت وغضبت ثو تكرمت بهذه الطريقة قلت له حتى لو الحساب عندي ما راه أعطيكها طبعا بهذا كلامي أنا مو أقصد فعليا ما نطي الحساب لا أعطيهها بس شنو المشكلة أنا يعني شو أقلكم أعصبت وقلت له حتى لو عندي الحساب ما راه أعطيكها ليش لأن أزعجني بشكل مو طبيعي شوفوا النوب بعدين شقلي مثل ما تشوفون أنا فصل عندي الانترنت يعني انطفت الكهرباء للي يعرف بالعراق الكهرباء تشتغل ساعتين وتنطفي ساعتين بهاي الساعتين اللي انطفت بها الكهرباء راح صور له فيديو عبالة أنا غلست غلست يعني سحبت عليها راح صور له فيديو ونزلها باليوتيوب وتكلم عني ليش سوى هاي الطريقة ما أعرف ما أعرف ليش سوى هاي الطريقة ما أدري أحس زعل من عندي أو ضاج لأن عبالة أو فكرني سحبت عليها أو غلست الله يشهد علي لا ساحب عليها ولا غلست الكهرباء اللي عندنا بالعراق العفو تنطفي تشتغل ساعتين تنطفي ساعتين تشتغل ساعتين تنطفي ساعتين هذا جدول مال الحكومة طبعا انا اتكلم عن المنطقة اللي عايش بها اما بقية المناطق بالعراق ما عرف ما عرف شو النظامه اللي عراقي ومن جنوب العراق راح يعرف شنو اقصد الكهرباء اللي عدنا دائما تنطفي بشكل مستمر و احنا نقول الحمد اللي على كل حال من انطفت الكهرباء بهذا الموقف الموزين امير اسلو فكرني سحبت علي اش سوى راح صور لفيديو قال اوغ اسرقني هكرني طيب انا هكرتك شلون انت قدرت تنزل فيديو بقناتك انا بس اريدك تجاوبني على هذا السؤال انا اذا هكرت قناتك انت شلون قدرت تنزل فيديو بقناتك جاوبني جاوبني اخي انا ما اريد احرجك ولا اريد افشلك بس جاوبني على قد سؤالي انا اذا هكرت فعليا قناتك انت شلون قدرت تنزل فيديو لو بعد امخلي موسيقى حزينة بالفيديو يا اخي انت مكانك مو اليوتيوب انت مكانك هوليوود ما ادريش يسمونه والله داري السينما ما ادريش انو مع احترامي لك بس والله الفيديو ما لك مرتب والموسيقى حلوة تصدقون حتى انا حزنت عليك فمو مشكلة خلي شوفكم بعد شغلات ها واكو شغلة بعد مهمة هو قلي على اساس رجعلي قناتي ورجعها على رقم جوالي انا ما اقدر ترجعلي قناتي وخليها برقم جوالي ليش لان الحساب مو عندي ها ستقل ليش لون مو عندك هو يقول عندك هو نسى ماذري انا نسيت قلت لانا قابل حسابك صار بجهاز اخوي بجهاز منه وبجهاز اخوي يعني اخوي يقدر يدخل على القناة يقدر يشوف شكه موجود بالقناة يقدر يدخل على ارباح القناة يقدر حتى يدخل يغير رمز القناة متفقين متفقين يعني بهاي الحالة انا ش اسوي له اجالي قال لي فجأة اوقع اريدك ترجعلي قناتي اريدك ترجعلي الرمز اريدك تنطيني ايميلي مو عندي انا حاذفين انت منطيتني الايميال ورمز قلت لي سوي لي هاي الشغلة سويتني لك حذفت الرسالة من عندي وحذفت الايميال من عندي لان انا ما حب احفظ اشياء ما تخصني اتمنى تكون وصلتكم الفكرة وكو شغلة حب اتكلم عليها اللي هي الشغلة الاخيرة تقريبا اللي هي هواي ناس او هواي متابعين للأسف الشديد اجوا وكتبوا لي بالتعليقات انتهت يعني غلطة وعلي سببوني سببوا اهلي ليش ليش يمسوي لكم شغلة ثانية تكتبوا لي تم الغالي اشترك شغلة ثالثة حق امير سلو مدريش شنو هاشتاق امير سلو رجع حسابي قناتي شباب بنات انا مسامح كل شخص سبني او غلط علي بالعكس انا احبكم لو ما احبكم تم ما سامحتكم والله يشهد علي وبعدين امير سلو تكلم علي بالسوء وتكلم عني بباطل واتهمني اتهام ايضا باطل شا قل لي يعني المهم انا رح اتكلم تخوي قلت له تعال تعال قليك شغلة انا مو هش قلت له قلت له تعال تعال خلقلك شغلة تفيدك اه حبيبي هذي الحساب تشوفها قل لي ايه مهدي اشوفها قلت له هذي الحساب دخلت له او لا قل لي مادري ايه مادري ممكن دخلت له قلت له دخلت له هذي الحساب او لا قل لي ايه دخلت قلت له زين تعارف هذي الحساب مالمن قال لي لا والله ما ادري انا شفت هاي القناة دخلت لها شفت بها هواي مشتركين طبعا للي ما يعرف شنو معنى كلمتي هواي يعني كثير او كثير قال لي بها هواي مشتركين قلت ليش دخلت لهذا الحساب قال لي ما ادري تم خليه بجهزه شو سوي لك يعني ليش ما حذفته شوف شبابنات انا ما داخل القناة اميرسلو ولا سارقها ولا احتاجها لان الحمدلله الحمدلله عندي ناس يحبوني وانا حبهم والله يكثركم فاشلون اقول لكم اخوي دخل الحساب اميرسلو مو بالغلط دخل له متعمد لان شاب حساب غريب بجهازه دخل له ظل يقلب بالقناة ظل الحمدلله ما مسح مقاطع فاميرسلو وصل له اشعار قال لشخص ما قام بتسجيل الدخول الى حسابك او من هذا القبيل او من هذا الكلام كلمني فصل عندي الانترنت سبحان الله راح نزل علي فيديو حبيبي يعني ليش الزويج ليش ليش يعني شم سوي لك خليت الناس يسبوني خليت الناس يكرهوني ويضعون الاشتراك من عندي هواي ناس للاسف صاروا يسبوني فانا ما حب اطول عليكم اكثر القصة بكل بساطة انتهت وانا حتى خلي نفترض نفترض انا بهذا المقطع كذبت وسترقت قناة اميرسلو اعرف اكو ناس ما راح يصدقوني او ما راح يصدقون كلامي خلي نفترض فعليا او حقيقة انا سرقت او هكرت قناة اميرسلو فقط هذا الفيديو مختصر اكلا اذا انا صدق هكرت قناة اميرسلو سؤال بسيط واحد اذا انا كنت مهكر قناتك انت شلون قدرت تنزل هذا المقطع بقناتك جاوبني جاوبني انا دام هكر قناتك اخليك تنزليك فيديو وتشوه سمعتي لا اكيد وكو ناس قلولي راح بلغ على اميرسلو لا لا ما بلغ ما البلغات انا ضدها اصلا لان احبت احبت صالح مع الشخص او افهم السالفة كاملة حتى اجي وانطي رأيه فالشباب بنات مختصر السالفة كلها اخوي اللي دخل على قناته ستقلولي كذاب مدرش شنو شو يقول لكم يعني موجودة محادثة وشوفتكم المحادثة وبعد ما عندي شي اقوله الله كريم والله رحم الراحمين المهم مشكلة وانحلت فانا حب انطي رأيه طبعا ما نهي الفيديو اللي قل هذا الكلام كلام مهم اميرسلو شوف اذا انت نزلت هذا المقطع وتكلمت عني بهاي الطريقة وتقول قناتك تهكرت فقط الهدف واحد اللي هو تصعد قناتك الثاني وتقول لهم اشتركوا بقناتي وقناتي اللي لا راح تتهكر حبيبي احب اقولك هاي الطريقة مو حلوة وما تليق بيك تقدر تنزل فيديو بسيط دقيقة حتى لو عشر دقائق مية دقيقة اتقل المتابعين شباب بنات اشتركوا بقناتي الثانية راح ابدي نزل بها كل يوم انتهت السالفة انتهت فانا ما حب اعلق اكثر او اتكلم اكثر بهذا الموضوع وخلاص راح اصد السالفة ومسامح كل الشخص والله ارحم الراحمين وشاكلكم بعد الله كريم اروح اصوي مشكلة ثانية لا ما حب اصوي مشاكل بالعكس اميرسلو صديقي والله يسامحة وانا مسامحة ومثل ما تعرفون المسامح كريم فانا مسامحة ما عدي شي ويا الولد وان شاء الله بعد فترة راح تشوفوا نصور فيلم او فيديو يعني اميرسلو يعني السالفة وصارت الله كريم الله يكاتب النشي ولازم نمش على قدر الله ولو انا المفروض اليوم انشر فيديو فمو مشكلة نأجل على غيرهم فشباب بنات ضغطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس تنبيهات قنواتي بالوصف اشتركوا فينو حسابي بالانستجرام ايضا بالوصف تابعوني وصفحتي بالفيسبوك بالوصف تابعوها ايضا دائما راح بدي اتفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وما حبطول عليكم اكثر وبس مع السلامة اميرسلو راح ادعسك ببوب جي حتى تتعلم بعد لا تنزليش يسوالف تتهمني اتهام باطل ها هيا راح خلي خلف الكواليس اشتركوا في القناة